يعني بننعي ببلغ الأسى والحزن المرحوم الكبير النجم الكبير كابتن سعد سليط نجم المنصورة الراحل نجم كبير جدا جدا كان في أواخر السبعينات وبداية السمنات النجم كبير جدا أكيد كل المنصورة تعرفوا كل أهل الشرع الكاروي يعرفوا الكابتن الكبير المرحوم سعد سليط كابتن سعد سليط فارق الحياة مبارح كل العزاء لنا كقناة أهلي ونادي أهلي لهذا النجم الكبير والأسرته في المنصورة ولكل شعب المنصورة ولكل الأسرة القرى عمومة ده النجم الكبير كابتن سعد سليت أكيد فيه ناس ما تعرفوش لكن كان نجم كبير جدا من جيل العمالقة الكابتن سعد سليت وعزاء إن شاء الله يكون النهاردة بنادي المنصورة وإن شاء الله يوم اللي اتنين هيكون في عزاء في الحمدية الشازلية كان في تكريم من قبل كدامى أو جمعات كدامى اللعبين اللي بيرقصها الكابتن الكبير عبد المنعم الحاج اللي يكون معنا في الفقرة التانية مع محمد سعيد لكن ملحقش ودايما احنا يعني بنحاول نكرم كده في الآخر يا جماعة عايزين نشوف رموزنا الكبيرة زي الكابتن سعد صليت الله يرحمه كان لازم نكرمه وكان لازم كل الدنيا تعرفه معايا الكابتن الكبير الكابتن محمد الشيال نجم المنصورة السابق كابتن محمد أهلا بيك أهلا بيك يا حبيب ألبنا يا بارك لك يا رب بعزيك وبنق التعازي قناة النادي الأهلي ونادي الأهلي نفسه لأسرة المرحوم الكبير الكابتن سعد صليت سعد يعني انت عارف سعد صليت من الناس المحترمة من اللعبة الكويسة قوي 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 في نادي المنصورة والله شعبية جارفة جدا في نادي المنصورة وإنسانه وصديق ليه وأخ طول عمره يعني ما قدرش أتكلم عن سعد لأن سعد حاجة حاجة كبيرة في المنصورة بالذات والله الله يرحمه سعد يعني الناس كلها بتحبه وإحنا كنا النهاردة في التعازي في التجمع في 6 أكتوبة رحنا كلنا هناك وجمعنا أنا وخالد الأمشاطي والكابتن بادل والكابتن الهادي ومصطفى جاد وكل اللي عيبت أنا الأدامة وعمد الغندور وطارق طرق الأمشاطي حاجة كويسة وروحنا هناك عافزينا أهله ورجعنا لسه جاين دلوقتي حالا والله البقاء الله كابتن وطولة العمر ليكو كنت جيل زهبي كبير جدا وفي ناس يعني للأسف في الشباب ما يعرفوش كابتن سعد صليت كان ناجم كبير جدا وكنت لسه بتكلم عليه كان في جيل العمالكة مع حضرتكم يعني جيل ما يتعوضش يعني مش جيلنا بس احنا كل الأجيال كانت كويسة الحمد لله كان الأهلي زمالي الإسماعيلي منصورة كان الناس يعني بنروح يقولك فين صعد صليت فين الملموع بتاعتكم كان بكل واحد يقولك الشال فين صليت فين أحمد شاكل الله يرحمه حاجة كويسة كنا حاجة يعني كنا بنفتخر إذا احنا رايحين نلعب أي فرقة سعد ده الصورة يا جدعان والله من الناس اللاس كلها بتحبه أكيد أكيد يا كابتن عشان كده احنا يعني مش عايز أقولك كلنا أكيد زعلين على كابتن سعد صليت وكان فيه سراع مع المرض في الفترة الأخيرة يا كابتن ده هو ما كانش تعبان والله العظيم الأسبوع اللي فاته احنا كنا بنلزمه عشان احنا كنا جايل لنا بعملين تجامعات روض بزيط روض برقاسة طريق عبدالهادي وبنروح نلعب بسبر سعيد وراحنا ضميات وراحنا بلاد جنبنا كتير ويعني حاجة حاجة مشرفة سعد كان بييجي معانا الأسبوع اللي فاته متتصب بيه قال لي يا كابتن معليش وانا يا كابتن شاد أنا متعبان شوي ولا كان فيه حاجة الحمد لله يعني ما كانش فيه سراع كان مجرد تعب عادي تعب عادي قال لي والله ما فيه حاجة والحاجة يعني هنعمل ايه ده الله وده حكمته الحمد لله البقاء قدام لله كابتن وطولت العمر ليكو وأكيد عمرنا ما هننسى الكابتن الكبير سعد سليت وأكيد هابقى فيه تكريم كبير جدا لكابتن سعد سليت وان شاء الله في القريب العاجل وردنا يرحم يعني يا رب يا رب يا كابتن بقاءوا قدام لله كابتن شكرا جدا حضرتك شكرا جدا حضرتك